الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في حديث نتذاكر فيه الأيام الخالية الفاضلة التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذاكر معكم فيه عددا من القصص أبدأها بقصة ثمامة ابن أثال ثمامة ابن أثال كان سيدا من سادات نجد وأميرا من أمرائها وقائدا من قوادها كان معه قبائل من قبائل بني حنيفة وثمامة ابن أثال كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما بينهم وكان هناك اقتتال وكان قد أمسك بعض الصحابة وقتله فجاء ثمامة ابن أثال يريد مكة معتمرا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا من أجل أن تكون مطلعة على ما يكون من الوقاع وأن توصله إلى أخبار فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخير قبل نجد فوجدت ثمامة ابن أثال ذلكم الرجل الذي من قبيلة بني حنيفة وكان سيدا لأهل اليمامة فلما وجدوا ثمامة ابن أثال أمسكوا به وجاءوا به إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقابل ثمامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة وش عندك مالذي لديك فقال ثمامة عندي يا محمد خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم يعني سبق قتلت بعض أصحابك وبالتالي إذا قتلتني فهذا على سبيل المجازات وإن تنعم علي وتطلقني تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسأل منه ما شئتا فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء من الغد ثمامة في المسجد يشاهد الناس يصلون يتدارسون يتوادون يتحابون في اليوم الثاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة فقال ما عندك يا ثمامة فقال ما قلت لك سابقا إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن تريد المال فسأل ما شئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء من الغد يوم الثالث قال ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة لم يطلب مالا ولم يجازه بأفعاله كيف وقد قتل بعض الصحابة قال فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على وجه الأرض ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ولكن تغيرت الحال فقد أصبح وجهك أحب الوجه إلي والله يا محمد ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب إلي من جميع الأديان فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كنت أبغض بلدا بمثل بغضي لبلدك ما من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وكنت أريد العمرة فماذا ترى؟ كنت ناويا للعمرة أكمل عمرتي أذهب للعمرة أو لا؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وقال أبشر وأمره أن يعتمر أكمل عمرتي أذهب فلما قدم مكة فإذا به يلبي بتلبية التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك وكانوا قبل يلبون بتلبية الشرك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملك وحينئذ كانوا يلبون بتلبية شركية فلما سمعوا ثمامة بن أثال يلبي بهذه التلبية تلبية التوحيد فزعوا من ذلك وقال له قائل صبوت يا ثمامة وقال لا والله ولكني أسلمت مع محمد رسول الله والله والله لا يأتيكم بعد اليوم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما يتعلق بمحاصرته لأهل مكة وأهل مكة أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة يطلبون منه أن يجعل ثمامة بن أثال لا ينفذ ذلك التهديد الذي فيه قطع الميرة عن أهل مكة فقد كان أهل نجد هم الذين يزرعون وكانت زراعتهم تصل إلى مكة ولذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ثمامة أن يفك ذلك الحصار الذي حاصرهم به فيما يتعلق بالقمح الذي يحتاجون إليه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى ثمامة بن أثال يطلب منه أن يعفو عن أهل مكة وأن يرسل إليهم ما طلبوه لعلنا أن نقف على فاصل نذكر بعده شيئا من قصص بعض الصحابة وبعض القصص التي حمى الله عز وجل فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه القصة التي ذكرت قبل قليل عن ثمامة بن أثال وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم له وعفو المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه ليست هي القصة الوحيدة في عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين جنوا عليه أو جنوا على أصحابه رضوان الله عليهم فأهل مكة الذين اجتمعوا وتمالأوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة بجمع مئة شاب من أجل أن يضيع دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ عَفَى عَنْهُمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مع كونهم لم يتركوا طريقا من طرق الأذى إلا فعلوه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ومرة بإرصاق التهم به ومرة بصد الناس عن الاستجابة له والإيمان معه ومرة بالسلاح والقتال في مواطن عديدة ومع ذلك لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عفى عنهم وهكذا ذلكم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة قبل نجد فلما عاد دخل في ذلك الوادي كثير الأشجار من نوع العظة فتوزع أصحابه تحت تلك الأشجار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة وعلق عليها سيفه ونام تحتها فجاء رجل فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على رأسه فقال يا محمد من يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فشام السيف وسقط من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال من يمنعك مني فقال الرجل يا محمد كن خير آخذ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك مع أحد فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأما ذلك الرجل الأعرابي الذي مسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه برد يماني غليظ الحاشية وسحبه وجبذه حتى أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني مما لله الذي أعطاك فهم به بعض أصحابه فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعفى عنه وتركه لله عز وجل وهكذا ذلكم الرجل الذي بال في طرف المسجد عفى عنه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يلقوا على بوله سجلا من ما في حوادث كثيرة ومن حوادث الوفود حادثة وفد أهل نجران وقد كانوا نصارى وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم يقدمهم إثنان كبيران السيد والعاقب فنزلت فيهم الآيات التي في مقدمة سورة آل عمران وكان منها آية المباهلة فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة وكادوا أن يستجيبوا فقال لهما هذان المقدمان انتبهوا إنكم متى باهلتموه قصمكم الله وأنزل بكم عقوبته واستأصلكم فإنهم قد علموا أنه رسول الله حقا فتركوا مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا أمينا فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة ومن الوفود قصة مقدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الأمر من بعده واشترط لكونه يتبع رسول الله ذلك الأمر وكان قد قدم المدينة مع بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد أخذها من النخل فوقف على مسيلمة في أصحابه فلما طلب منه مسيلمة ذلك قال والله لو سألوني هذه القطعة لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك ها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت لا يعقرنك الله وإني لا أراك الذي أريت فيك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في يديه السوارين من ذهب فنفخهما فطارا وأولهما بالكذابين الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب لعلنا نقف في وقفة يسيرة مع هذا الفاصل حياكم الله كنت قد ذكرت قبل الفاصل قصة ثمامة بن أثال ولعلي بإذن الله عز وجل في هذا اليوم أن أذكر قصة أخرى لرجل من قبيلة أخرى قبيلة الطي ذلكم الرجل هو عدي بن ثابت رضي الله عنه عدي بن ثابت كان أبوه معروفا مشهورا بالكرم وكان من كبار الناس في هذا الباب عدي بن حاتم كان في أطراف الجزيرة وكانت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم تتناوشه لكنه هرب إلى بلاد الروم ثم إنه أخذت أخته وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت له الحال فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى عدي تخبره بما وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم وتأمره بأن يدخل في دين هذا النبي الكريم يقول عدي بن حاتم بين كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجلان يشكو أحدهما إليه العيلة يعني الفقر والآخر يشكو إليه قطع السبيل يعني الخوف الطرقات بحيث لا يأمن الناس فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فلا يأتي عليك إلا زمن قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه لا يجد من يقبلها منه فقال يا عدي هل رأيت الحيرة بلد الذي في العراق قال لما راها ولكني أنبيت عنها قال إن طالت بك حياة لترين الضعينة المرأة الضعيفة الوحيدة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله يقول عدي بن حاتم فقلت في نفسي فأين ذعار طي طي في الطريق وفيها سراق مشهورون بذلك فأين هم من هذا الذي ذكر أن الضعينة ترتح من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله وذعار طي قد سعروا البلاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي لإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى كسرى صاحب الدولة العظيمة الملك الكبير قال فقال عدي كسرى بن هرمز فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي لإن طالت بك حياة لترى أن الرجل يخرج ومعه صدقته من الكفة من الذهب أو من الفضة فيطلب من يقبلها منه ويأخذها كزكاة فلا يجد أحدا يقبلها منه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم لقى يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل يوم يلقاه ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له بل يكون مكشوفا أمام الله عز وجل فليقولن الله عز وجل له ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى قال فحينئذ ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار ثم ينظر أمامه فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه تلقاء وجهه فتستقبله النار حينئذ تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من النار فقال أعوذ بالله من النار وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم قال ألا فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمره فمن استطاع منكم اتقاء النار ولو بشق تمره فليفعل اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد شق تمره يعني نصف تمره فليتقي النار بكلمة طيبة يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه ووقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الضعينة المرأة الضعيفة تخرج وحدها من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله ويقول وأنا يا عدي بن حاتم كنت في من افتتح كنوزة كسر بن هرمز ولكن الثالثة لم أشهدها بعد ولذا قال ولئن طالت بكم حيات لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج ملء كفة لا يجد من يقبضها كما ورد في الحديث السابق وهكذا كانت الوفود تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتزوره كان من الوفود وفد جاه من مضر ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قد بانت الحاجة في وجوههم بانت الحاجة في وجوههم فتمعر النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا أصحابه ليتصدقوا عليهم فقال تصدق رجل من دينار تصدق رجل من درهم تصدق وأصبح يعدد فصال المال حتى يقول القائل حتى أصبحنا لا نرى أن لأحد منا فضل فيما أتاه الله جل وعلا ثم إنه يقال له ثم إنه بعد ذلك جمعوا له مالا كثيرا وأقبل أولهم معه صر كادت تعجز عنها يده ثم بعد ذلك تتابعوا في الصدق على هؤلاء القوم وكان هذا من أسباب إزالة ما بهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين